تلخص أعمال الوزارة خلال موسم الحج أنا ثلاث المسارات التي ذكرت الأول منها تهيئة وتجهيز المواقيت ومساجدها ومنطقة المشاعر مقدسة حيث أنهت لله الحمد الوزارة هذا العام وبوقت مبكر ترسية عشرة عقود المواقيت ومساجد المشاعر مقدسة بمبلغ تجاوز 71 مليون ريال كذلك الوزارة هذا العام حققت نسبة مئة في المئة في صيارة وتشغيل المساجد وجوامع مكة المكرمة بمبلغ 300 مليون ريال من الله الحمد أيضا تم تكليف عدد من الأئمة والدعاة لمساجد المواقيت ومنطقة المشاعر المقدسة للقيام بمهام الإمامة والدعوة على مدار الساعة في أثناء موسم الحج هذا العام أيضا تم تكليف أكثر من ألف مراقب ومراقبة يعملون على مدار الساعة لمتابعة أعمال من سوء المساجد والدعاة وشركات الصيانة والتشغيل للتأكد بقيامها بواجبها المناطب أنهت الوزارة والله الحمد بالتعاون مع الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة أعمال تطوير والصيانة ونظافة مساجد المشاعر المقدسة ومساجد الحل والمواقيت تم الانتهام من مشروع تنقية الهواء بمسجد المشعر الحرام وكذلك حققنا نسبة 100% في مشاريع تطوير أنظمة التكيف وتنقية الهواء بجميع مساجد منطقة المشعر الحرام نمرة والمشعر الحرام والخيف وأيضا بالإضافة إلى مسجد التنعيم وهي سابقة حتى يكون مواطن والحاج والزائر على اطلاع بما تقدم الوزارة تم تركيب أكثر من 400 شاشة ولوحة إرشادية بجميع مساجد منطقة المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية ومساجد الحل لتوعية وإرشاد وتبصيل الحجاج هذه وسيلة من الوسائل لنشر دعوك كما وتيسير أمر الدعاة بما يحقق ويسر لهم الحج بأكثر من عشر لغات أجنبية ولله الحمد غير العربية أكملت الوزارة هذا العام بناء 75 مسجد وجامع بمكة المكرمة بتكلفة بلغت ربع مليار ريال ستخدم هذه المساجد حجاج بيت الله الحرام وتواكب الكثافة الكبيرة التي ستشتها مكة المكرمة مع عودة الأداد بعد زوار جائحة كورونا هذه بعد زوار جائحة كورونا يعني أكثر من 75 مسجد بس هذه جميعها معاني الوزير في العاصمة المقدسة في العاصمة المقدسة هذه ستخمى الزحمة على المساجد الأخرى وتحقق الحجاج الراحة والاستقرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر